هذا بيقود الإنسان الفاتر إلى السلوك الجسدي بيقود إلى الانقسام بيقود إلى التحذب إلى الطفولة الروحية يعني بيظلوا طفل روحياً كل حياته مش عم بينضج مش عم بينمو في الإيمان وطبعاً السلوك بالجسد أنه بيعتمد على الحواس الخارجية بدل ما يعتمد على الحس الروحي والتمييز الروحي وفهم روحي وفهم إرادة الله في حياتنا فمنبتدى نساير ونتساهل ونتهادن على حساب الحق الكتابي هذا ما يحدث طبعاً اللي بيسبب الفتور الروحي في حياتنا لما منتساهل في كل هذه الأمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر